أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصة عين وحدث سجلت الأرقام التي قدمتها مصارح الجمارك مؤخراً عدزاً في الميزان التجاري خلال السودات الأول من السنة الجارية قدرة بـ 12 مليار دولار هذا العجز كان متوقعاً نتيجة لارتدادات أزمة أسعار النفط في الأسواق الدولية ولكن المفاجأة أنه بالرغم من التدابير المسجرة والتي اتخذتها الحكومة لتسهيل ومواجهة الأزمة لتسهيل عملية الاستيراد ومواجهة الأزمة المالية وبالرغم من التصريحات والتطمينات التي أرسلها المسؤولون في الجزائر وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك السلال لترقية الصادرات خارج المحروقات إلى أن الأرقام كانت صادمة الأرقام الرسمية التي قدمت في هذا المجال كانت متناقضة وصادمة تراجع كبير في قيمة الصادرات خارج المحروقات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارضة إذن لماذا تراجعت قيمة صادرات خارج المحروقات؟ بالرغم من أن الجزائر صدرت بعض المواد وبعض المنتجات الفلاحية والمنتجات الغدائية لماذا توجد الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها الحكومة في المرحلة الأخيرة بنتائج عكسية في الواقع؟ وسؤال أهم هل نسبح عكس التيار لمواجهة الأزمة المالية؟ هذا ما سناقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفايا في الأستوديو يحضر معي الخبير لاقتصادي سيد اسماعيل أرماس وسيد اسماعيل كعادتك مرحبا أهلا وسهلا شكرا ويحضر معي الخبير لاقتصادي كذلك سيد محفوظ كوبي محفوظ مرحبا ب confian مساء الخير وأهلا وسهلا شكرا وسيد اسماعيل أنا بدأت بك النقاش كثيرا من ما نقشنا وخاصة معك سيد اسماعيل أرماس هذه الأرقام التي قدموها المسؤولين فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات نقشنا كذلك بعض الإجراءات التسهيلية لقدمتها الحكومة لتسهيل عملية تصدير خارج المحروقات ولكن صدمتنا الأرقام هذه حقيقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والله يبالك صدماتك انتاس يا رشيد أنا كنت متوقع بهذه الأرقام وأكثر في الحقيقة يجب أن تفهم شيء بأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة ووجدت بها الحكومة فهي إجراءات ظرفية وإجراءات تعالج بعض القضايا بعد النقط بعض المشاكل التي تخص النشاط هذا التصدير ولكن إذا نفهم شيء ونعوده وقلت في عدة مرات بأن الشكل التصدير أو نشاط التصدير فهو الشكل الاقتصادي بذاته فمن المفروض أن كلنا نفهم بأن إذا نريد تطوير نشاط التصدير إذا أولا نفهم بأن هناك أسئلات عديدة يجب أن نفهم بأن هذا النشاط يخص كل قطاعات الدولة كل وزارات تعمل في تنسيق في إطار واضح في تنسيق إلى آخره وقبل كل شيء يجب أن نوضع الأهداف ونوضع استراتيجي السيد سماعيل المصر لو كانت فيه أرقام مثلاً وما تقدمناش وما تطورناش في عملية تصدير ربما كانت تكون مفهومة ولكن تراجع في قيمة تصديرات خارج محروقات تقريباً بـ 22% لماذا تراجع في الإشكال؟ تصور أنت المصدر المصدر لما يقوم بعملية وعمليتين إلى آخره ويشوف بأن العراق الموجودة وكثيرة إلى آخره ويشوف بأن نشاط اقتصادي بمفهوم بيزنس رهو بيروقراطي محط فيشوف بأن المسؤولين ما زال ما فهموش بأن باش يطوروا هذه النشاط يجب أن يكون عندهم عقلية بيزنس لما يشوف هذا المصدر بأن المستورد عنده تسهيلات أكبر وأكثر من المصدر فيفشل وتشوف بأن هذا التراجع في الأرقام يوازن في نفس الوقت تراجع على المصدرين وبالتالي فنشوف بأن النشاط ما زال ما عطولوش لهمية الاستراتيجية لتاو وبالتالي فتراجع هذه الأرقام نقدر نفهمها بخروج من السحاب بعد مصدرين من النشاط هذا وبالتالي فتراجعوا هذا لتراجعوا للمنتوج المدينة الجرية والمنتوج الوطني في الأسواق الأوروبية لأن هذا الدوام في السوق الأجنبي يتماشى مع استراتيجية ومع سياسة لتراجعوا بموقع نفسه ويحصل نفسه خاصة في التنافس أو كبير في الأسواق الأوروبية سيدة محفوظ كوبي بالرغم من التسهيلات بالرغم من التطمينات بالرغم من تصريحات للمسؤولين على رأسهم الوزير الأول فيما يتعلق بعملية تسهيل الإجراءات تسهيلية لتصدير منتوجات الجزائرية خارج المحروقات إلى الأسواق الدولية في المرحلة الأخيرة تتبعنا بعض التصريحات فيما يتعلق بتصريح تصدير منتوجات زراعية بطاطا مثلاً بعض المنتوجات الزراعية ولكن سيدة محفوظ كوبي كما قلت الأرقام عكس ذلك تماماً يعني يتراجع في قيمة صادرات خارج المحروقات أن الخلل سيدة محفوظ كوبي الخلل يكمن في النمط الاقتصادي أو طبيعة النظام الاقتصادي والواقع الاقتصادي في الجزائر اقتصال الجزائري مبني على البترون استثمارات كبيرة في البترون عائدات العملة الصعبة كلها من البترون والقطاعات الأخرى رغم النوايا رغم الخطابات لأن الاقتصاد ليس مبني على تقييم الخطابات الاقتصاد مبني على خطط على ديمودو بيغاتواق على إجراءات واقعية كانت في خطط سيد محفوظ كوبي في مرحلة الأخيرة مع الأزمة المالية بلتحرك الحكومة وتفاعلنا خير لا مش خطط خطط لازم تفهموا المفاهيم أولاً لازم تكون سياسة اقتصادية ما هي معالم سياسة الاقتصادية؟ هل عنا سياسة اقتصادية؟ نحن نتكلم عن النمط الاقتصادي أعطيني المعالم أي صناعة نريد صحيح كيف يمكن أن نجسد هذه الصناعة عبر مصانع؟ كيف نحل مشاكل التموين؟ كيف نحل مشاكل العمالة؟ أعطيني فوصدود خبائي كاليفية في أي منطقة نحن نعطيك مثل يقول لك الصناعات الصغيرة والمتوسطة اذهب في أي ولاية واستثمر لا يمكن لا يمكن أن يكون الاستثمار حر بين قوسين بالضافراتين بهذه الطريقة الاستثمار يجب يقول لفوضى كنت تكلمت عن البطاطا أعطيك مثلاً الدعم الذي وجهه إلى الفلاحة قيم مالية كبيرة صحيح أعطينا الأراضي للمزارعين تخلينا لسمنس يدخلوا بطريقة عشوائية وكل مزارع هذا العام كل الناس حبت تدير بطاطا كان فيه فائد في الإنتاج وما كان مع الناش نظرة استشرافية كيفاش ما هو المنتوج شحال راح يكون المنتوج للبطاطا مع الناش رغم أن هذه العملية كان يمكن التحكم فيها عبر كميات السمنس كميات السمنس لذلك لا نعتقد أنه سيكون فائد وكيف نصرفه في هذا الفائد ثانين زي راشيد يقول لك تصدير تصدير ماذا؟ يجب أن يكون عندك إنتاج ويكون عندك فائد في الإنتاج والإنتاج تلكك يكون تنافسي الواقع الآن كما كان يقول الأستاذ للمص الواقع أننا جعلنا من الاقتصال الجزائري مبني من ناحية الصديرات على البترول ومن ناحية من ناحية الأخرى على التجارة كل الناس تستورد كل الناس تعمل تجارة لماذا؟ لأنه لي يعمل تجارة يربح أكثر عنده صعوبات ما عنده مشاكل ليه يحب ينتج لله عليك إنسان باش يتحصل على قطعة أرض بيشق الأنفس صحيح تكلموا السيد الوزير الأول قال بالله الولاد عندهم 15 يوم باش يسلموا قطع الأراضي إذا كان كل ولاية ما عندهاش أمباز ما عندهاش جرد صحيح كيفاش راح تمتلك عقار صناعي عقار صناعي نعديك ماذا؟ هذه إذا ديت العقار تدي عقار ما فيش غاز ما فيش تهيئة أنا أقول لك لأن أمور أمور واقعية وجاءوا ناس حتى جاءوا ناس أجانب باش يستثموا في بعض الميادين المنتجة لقاوا عراقين أراضي غير مهيئة إدارة عايشة في أوقات العشرينات والثلاثينات وبالتالي لازم تنتج باش تصدر إذا ما كانش عندك إنتاج ومن بعد ما عندكش وموانئ ومن بعد ما عندكش بونوك ومن بعد ما عندكش لزاسيغانس عملية تصدير باش نلخصو جميل تفضل وستماعي باش نلخصو لما تكلمت على استراتيجية فهي مبنية على أربعة محاور المحاور الأول هو كما قال الأخ مع رسانسي لبوتونسيالتك يزم تعرفوش حبي تصدر هذا إمكانيات لي هذا العمل يكون في مستوى القطاعات كل وزارات يجب أن تعمل في هذا الإطار فوزارة سيناعة يجب أن تعرفوش عندها من القدرات الفلاحة نفس الشيء إلى آخره تنين يجب لك الأسواق كيف تقتحم الأسواق فهناك الدراسات وهناك الطرق إلى آخر وهناك تكتلات اقتصادية إقليمية إلى آخره باستفاد من تسهيلات ما بين البلدان تلاتة يجب لك تسهيلات والمساعدات كل بلدان اليوم اللي نجحل في التصدير مبني نجاح هذا مبني على تسهيلات التي تقوم بتعطي الحكومات للمصدرين عكس ما يجري والرابع القطاع الرابع كذلك هو النقل لا لوجيستيك إذن تكون عندك شياسة النقل لتلبي حاجيات المصدرين في هذه الأربع محاول غائبة في الجزائر نقدروا أن نبنيوا عليها هذه التراتيجية غائبة نزيل لك شيء بركة على التصدير شفنا درك الصورة وزير الأول مع وزير الصناعة نحن نتكلم على التصدير وشفنا وزير الأول ووزير الصناعة هل ترى هم اللي يصيروا تصدير ولا ووزير التجارة شفت هنا الغموض الغموض حتى في صلاحيات القطاع اللي يصير هذا الناشط فاليوم يجب نفهم بأن الوضوح الرؤية غائبة نعم خليني نطرح لك سؤال سيدسماعيل للمصفي ما يتعلق بالأوضاع الميدانية أو الأمور الميدانية في الواقع اليوم فيه إرادة سياسية من خلال كلام وتصريحات عبد الملك سلال وزير الأول ويشرف على كل حكومة من وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الفلاح وما إلى ذلك فيه إرادة سياسية حقيقية غريبا فيه إمكانيات مالية وما إلى ذلك قدمت في الميدان ولكن في أرض الميدان ما فيهش يعني نجاعة سيدسماعيل للمصفي هذا هذا راجع إلى أنه التصريحات التي قدمها هذه الوزراء والمسؤولين يعني خارجة على الإطار غير مطلعين على الواقع أم أنه فيه عرق البيروقراطية وعمل كبير وكتير كما يتكلم الأستاذ محفوظ كوبي ينتظرنا في الميدان له هناك الاثنين هناك اثنين من خلال في الميدان سيدسماعيل للمصفي نعم أنا أرى المسؤولين أولا رغم بعد تماما على الواقع تاليوم يعني الواقع الاقتصادي وواقع النشط تانيا البيروقراطية فهي آفا آفا يعني يعني سيتان كونسير سيتان كونسير كسر كسر كل اقتصاد الجديد ثالثا سيسنا الاقتصاد سيسنا الاقتصاد وبالتالي فاليوم سيسنا الاقتصاد وبالتالي فاليوم باش تكون باش تنجح في المجال الاقتصادي إذا ما يكون انتماء سياسي باش كون والانتماء سياسي ليسمح لك باش تستفيد من الامتيازات فهذا هذا يعني خلط الأمور خلط الأوراق وفشل الناس فشل المستثمرين فشل الاقتصادين فهذه هذة ثلاث العوامل هذو كسروا الاقتصاد نزيد تقول للإرادة الإرادة ركينا في الخطابات موجودة ولكن الواقع إذن أين المشكلة سيد سماعي للمص إذا كانت فيها إرادة في الخطابات السياسية ومن أكبر أو أول ربما مسؤول تنفيذي على القطاع أين الإشكال في الميدان كما قلت في الخطابات كل شيء تمام ولكن في الميدان ربما نشوف بأن الأشياء خرجتها لكل منطق إذا نفهموا بأن الاقتصاد فهو المنطق اللي يسير واليوم ما كانشت فالفشل في النشاط التصدير وضح الكثير بين كثير من العيوب فكل القطاعات راه تعاني وكل مؤسسات راه في أزمة وبالتالي فالنقل ميتم الشاشة الجمع ركمة مشاشة القطاع المالي مالي في المستوى للوزارات يعني القطاعات ما عندهمش ما عندهمش بدراية على الإمكانيات والقدرات اللي عندها في الوزراء ولا في القطاع بالتالي فكل أشياء كل أشياء راه فيها خلال وبالتالي فاليومش إذا نريد أن نطور النشاط تصدير إذا أولا نغير الشكل لاقتصادي إذا نغير الشكل لاقتصادي إذا نروح إلى التشخيص العمير إذا نروح إلى التشخيص العمير إذا نروح إلى الكفاءات إذا نغير الأشخاص اللي تصير اليوم نعم نغير الأشخاص اللي رأي تصير اليوم مسيد محفوظ كوبي التشخيص اللي قدم مسيد سماعي للمص في ضل اليوم تقريبا سنتين منذ بداية الأزمة. جوان 2014 تقريبا قوت 2016. سنتين منذ بداية الأزمة. بالأرقام صادمة لقدمتها مصالح الجمالك والتي هي مصالح رسمية. مصالح جاءت من أهيئات ربما غير حكومية وما إلى ذلك. سيد محفوظ كوبي. هل اليوم بالنظرة إلى الميدان والنظرة إلى المعطيات والتشخيص التي قدمتها سيد سماعي الألماس؟ هل اليوم نعزين؟ لا نقدرون أن ندير وارف أمام هذه الأزمة المالية. سنتين نحن في كلام وخطابات وما إلى ذلك. هل اليوم نستطيع أن نقير ونقول بأننا عجزين؟ العجز اللي يكونستاتي. كنت تتكلم عن عضية الأرقام. تقول عجز الميزان التجاري عجز ميزان المدفوعات عجز كلها كلمة عجز الكونساكخي بارليشيف ولكن العجز مش في التصرف. الحلول يمكن أن إيجاد الحلول إذا كان كما كان يقول سيلة الماس كفاءات وإيجاد الحلول مش الشعارات مش الأهداف لما تتبحاش استراتيجيات. لما تتبحاش بلانيفيكاشون. لما يتبحاش موضو بي غطوة. صحيح. وليما يتبحاش اختيار حتى تغيير الأشخاص الموجودين في الميدان. الآن إذا شفنا الخطابات من 2008 من بداية الأزمة الاقتصادية لأن الأزمة الاقتصادية مش في 2014. كان فيه إجراءات من خلال قواني المالية 51% تقليل من مدفوع من استعراد لتوط شنج سعر الصرف الذي ينقص من سنة إلى أخرى. كل هذا الهدف هذه الإجراءات الهدف منها جعل عملية الاستعراد عملية سعبة. زدنا أيضا إجراءات إدارية إجراءات إدارية رسمية من خلال الزوط وإجراءات إدارية غير رسمية على تخفير الإنسطروكشون التي تجعل عملية الاستعراد أسعب على مستوى البنوك على مستوى السجلات التجارية وكل ما ذلك. رفع على اسم المؤسسات كل هذا هذا يبقى كذلك في الكلام يعني في الوراء ولكن الواقع يقول شيء آخر أنا راح تقبل منذ أيام أننا باش للسوق نصيب قرورة إيفيان المال معدني تقع إيفيان في السوق وموجود ونزيد الخبز هذا لسندويت ماذا نستوردوه والأرقام أيضا إذا كنا اليوم في سبعة أشهر الأولى في سبعة وعشرين مليار دولار علما بأن السيارات ما استوردناها مش خلال سبعة أشهر وراح الفاتورات الضعاف لأن الزوط وغيزة شوانتت يفغي إذن سنكون في مستوى العجز المالي للسنة الماضية إذن الإجراءات المتخدات هل 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 غير قادرة على تغيير الوطن لماذا؟ لأنهم إجراءات إدارية باسيطة le problème est plus profond le diagnostic إذن فحص إشكال مشكل الاقتصاد الوطني لأن le problème est profond le problème هو في منظومة الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني غير مبني عن الإنتاج كيف نتكلم على تصدير إذا لم يكن فيه إنتاج كيف نتكلم على تصدير إذا كانت تنافسية المؤسسات الوطنية ضعيفة جدا إذا كانت نجاعة المؤسسات الاقتصادية ضعيفة جدا إذا كانت 87% من المؤسسات مختلف المؤسسات مليون ومئتين ولا مليون ومئة مؤسسات في الجزائر هي تشغل 2 أو 3 ناس صغيرة جدا وغير مسيرة بطرق كيف عصري حديث مؤسسات لتصدير الطلب الوطني ستصدر هذا هو الإسكال من بعد نمر إلى إجراءات الإجراءات الإجراءات التصدير لتصدير لتصدير إذا هذا لتصدير ومجدد ومجدد لتصرف على المؤسسات المشكلة في الجزائر المؤسسات لا وجود المؤسسات إنتاجية بالمفهوم التنافسي لأن التصدير يجب أن تكون على مستوى المؤسسات الأجنبية لتسوق لك نفس المنتوج سؤال مهم لترحته أنا نظن بأن الأزمة رائفة في سؤال الأزمة ليس الأزمة العالمية وتراجع الأسعار الأزمة هي عدم وجود إجابات للحكومة للمصلي لم يقدم لنا الوزير الأول أو المسؤولين على إخراج الأزمة من الاقتصاد الوصفة كيف نخرج من الاقتصاد الخطة هذا هو الشب والتاريخ يعني وقتها نخرج من الأزمة هذه أنا نمشي وهكذا بدون أي تاريخ بدون معلم بدون طريق من الوقت الميثق الوطني نحن نتكلم على تنوية الاقتصاد ولكن أزمة من السبعينات ومن الستينات المشكل ماهوش لأن الاقتصاد لا يقيم بالنواية الاقتصاد يقيم بالنتائج دونك سي تديم موفي ريزيوتا دونك تُعبخي للموفي سوليش بعد سنتين سيتمعي للمص الوزير الأول يعطينا وصفة للخرج من هذه الأزمة يقول لنا نموذج اقتصادي جديد وهكذا يعني كلام فارغ بدون وصفة بدون تاريخ بدون أي شيء نترك الوضعية يعني من 2014 و2016 بسرعة بإختصار نحن شوف لنستهلكنا حوالي أكثر من مئتين مليار دولار من 2014 و2016 نترك تفسير تا مئتين مليار دولار نحن في 2014 كنا بمئتين مليار دولار غيزف دشانج الوزير الأول تكلم على نكمل السنة بمئتين مليار دولار يعني اجتهلكنا حوالي 80 ولا 80 مليار دولار من الريزرف دشانج زيد مداخل بتالجزائر من 2014 و2016 حوالي 100 مليار دولار مئة زائد الـ 184 و85 ونقريب لما نتكلموا على الفوند ريجوليسيو رأنا في مئتين مليار دولار وين رحو رقم كبير رقم كبير ما بين 2014 و2016 يعني نظن بأن اليوم هذا الرقم هذا يطلب مننا يعني يعادة نظر وقفة وعادة نظر في الوضع سيد سمع للمص خليني نستغل تواجدك حتى تعطي لي ربما تفسير لهذه الأرقام لقدمتها مصرح الجمارة فيما يتعلق بالمنتجات والمنتوجات التي تصدرت خلال سبعة أشهر الفريط يقول بلي فيها 818 مليون دولار قيمة صادرات تمثل صادرات خارج المحروقات المنتجات نصف المصنعة بـ 624 مليون دولار لا أدري ما هي هذه المنتجات نصف المصنعة والسلعة القذائية بـ 129 مليون دولار بالإضافة إلى المنتجات الخام بـ 34 مليون دولار والتجهيزات الصناعية تمثل 22 مليون دولار كذلك السلعة الإسهلاكية غير غذائية بـ 9 مليون دولار ممكن أن تقدم لي التفسير هو نفس التركيب نفس الجدول كل سنة كل سنة هو نفس الجدول وإذا متفهم بأن هناك 4 أو 5 مؤسسات أو أكثر تقدير حوالي 10 مؤسسات لتمثل حوالي 80 أو 85% من هذا الرقم التالي فتشوفوا أن التنويع في صادرات ما فيش وتنويع حتى في المصادرين ما كانش ركود منذ سنوات ونحن نتكلم على نجاوز هذه 2 مليار دولار خارج المحروقات لم نقدم إذا تفهم كذلك بأن في هذا الرقم هذا 60 أو 65% من المنتوجات هذه فهي مشتقات بترولية بشتفهم الأشياء سيد محفوظ كذلك نبقى في الأرقام يعني عدس بـ 12 مليار دولار خلال 6 أو 7 أشهر الأولى تراجع في قيمة الصادرات خارج المحروقات بـ 22% تقريبا من هنا إلى نهاية السنة يكون في عدس بـ 25 أو 30 مليار دولار الوزير الأول يتكلم على أنه من المستحيل أنه نحبطه في ما يتعلق باستهلاك أو احتياط الصرف تحت 100 مليار دولار كيف تكون سيد محفوظ كوبي الوضعية الاقتصادية من هنا إلى نهاية السنة في عجالة تم تكون الأمور صادمة لأنه نحن مصدوم الأمر الأول الذي تكلم به 12 مليار دولار والأخطر من ذلك هو تفاقم العجل المالي يعني العام 2015 كنا في 9 مليار دولار لنفس المرحلة هذا اليوم نحن في 12 مليار دولار لذلك يوجد تقريبا ديفيسيت 26% هذا ليس 26% حاجة خطيرة إذن تهاوي يكتر ويأخذ سرعة أكثر واحد الثانيين مشكلة احتياط الصرف إحتياط الصرف كقيمة ما عندوش معنى معنى ما هوش يكون 100 مليار و50 مليار الإشكال هو 200 مليار وما درنا هذا هو المشكل أن هذا احتياط الصرف هو الوسيلة الوحيدة اللي خلتنا لأزمة ما تقسناش بطريقة رهيبة المشكل أننا نستهلك هذا الاحتياط في الاستهلاك مش في التصنيع مش في تقوية قدرات في الاستثمار وهذا في الاستثمار المنتج لأن هذا يصبح الأشياء المهم إذا ما استثمرنا هذا المال سنذهب للمديونية من أجل الاستهلاك إذا جزنا المديونية من الاستثمار على كل كيف وفي كل كمبيت جميل دعونا نطرح عليك السؤال سيد محفوظ كوبي حتى يكون الختام سيد محفوظ كوبي دائما لما نتكلم على هكذا مواضيع نتكلم دائما على نعكستها على قدرة الشرائية المواطن نتكلم على نعكستها على المواطن في حد ذاته سيد محفوظ كوبي بالنظر إلى هذه العجوزات المسجلة في مختلف الميدين والقطاعات في مختلف الأرقام لما يتعلق بالاقتصاد الوطني ما هي فاتورة لها تسيد في حال المواطن ربما من 2017 تكون فيها تدني كثير القدرة الشرائية ارتفاع كثير ببساطة ستكون فيه غلاء في الأسعاد نتيجة نتيجة سعر الدينار الذي سيزيد يتهاوى مستوى التدخم سيزيد مستوى البطلة سيزيد وكل مؤشرة اختصارية ستكون سلبية نعم سيسمع على الماصي أنكستها المواطن كما قال الأخ في القدرة الشرائية سوف تتنقص كثير في 2017 وش فينا سيناريو 2015 و2016 سوف يولي في 2017 وعدم وجود حلول سوف يعني يزيد يضغط على العزام شكرا نظن بأن المواطن والمستهلك هو الذي يكون أول ضحية لهذه السياسة لدى الحكومة شكرا جزيلا سيد سمع لرمص وصولك سيد محفوظ كوبي على هذه النقاشات شكرا وصول مشاهدينا الكرام بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدث نقشنا الكثير من المواضيع فيما يتعلق به المجال الاقتصادي نتمنى أن على الأقل الحكومة تعطينا وصفة ناجعة وفاعلة وتاريخ محدد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية وكذلك ما هي أنواع المنتجات والمنتجات التي يمكن أن نصدرها للخارج في القريب العاجل على المدى المتوسط وعلى المدى القريب وإلا ستكون الأزمة منتجاتها وانعكستها صادمة على المواطن المتابعة